ضمن موجة الاغتيالات التي ضربت المناطق المحررة في سوريا خلال حزيران الجاري تعرض القيادي في حركة نور الدين الزنكي مع يوف أبو بحر لمحاولة اغتيال كما نعا فيلق الشام أحد قناصيه محمد فعور وابنه الصغير بعد اغتيالهما في قرية مرتين بريف إدلب في الإسبوع الأول من الشهر الجاري طالت الاغتيالات القيادي في حركة أحرار الشام عبد الحجي مع عدد من مرافقيه بلغم أرضي على طريق أريحة سراقب بعد يوم واحد من اغتيال قيادي في الحركة يدعى أبو خليل لتفقد الحركة خلال هذا الأسبوع عشرة عناصر بينهم أيضا القياد الميداني إبراهيم العباس فيما فشلت محاولة اغتيال قائد دواء الحسين التابع للحركة في بنش والمسؤول عن قسم التحصين أبو محمد يحيى وقتل أمس القياد في جبهة النصرى أبو علي المهاجر بعبوة ناسفة في مدينة إدلب فيما نجى أبو أحمد أخلاق أمير النصرى في بلدة كحيل بريف درعا من محاولة اغتيال وفي مطلع الشهر الجاري تعرض ثلاثة قادة لمحاولة اغتيال وهم قائد اللواء الرابع مجاهدي حوران مشهور كناكري وقائد لواء حمص الوليد العقيد زياد أكراد وقائد فرقة أبو الزين شرف قاسم شرف في درعا وفي ريف دمشق تعرض القياد في اللواء الثالث لجيش الإسلام لمحاولة اغتيال في بلدة الشرفونية بالغوطة الشرقية وتتحدث مصادر عن نشر نظام لأكثر من خمسمائة عنصر داخل المناطق المحررة وظيفتهم زرع العبوات الناسفة وتنفيذ الاغتيالات التي تسهدف القادة والأفراد في الفصائل وتحديد المقارات وثبت تتحديدعم وشك operت هذه المinkرة وشكه ادفاهم وع retire وتى بعد شكرا